السابع عشر من يوليو عام 2014 يوم حزين يضاف إلى مآسي الخطوط الجوية الماليزية بتحطم طائرة أخرى في الأجواء الأوكرانية ماليزيا التي لم تكت تلتقط أنفاسها بعد فقدان إحدى طائراتها المتوجهة إلى الصين تصاب بكارثة أخرى عمقت جراحها انطلقت الرحلة MH17 من مطار مدينة أمستردام الهولندية ووجهتها كوالا لامبور العاصمة الماليزية إلا أن نهاية الرحلة كانت مدينة شاختاريسك بمنطقة دونتسك شرقي أوكرانيا محطة لم تكن مدرجة على برنامج رحلة الطائرة الماليزية لكنها تبقى شاهدة على سقوطها وهلاك من كان على متنها تناثرت جثث الركاب ومعظمهم هولنديون في منظر مأساوي حول حطام الطائرة المنكوبة بعدما استبعد احتمال وجود خلل فني وراء الحادث برزت فرضية إسقاطها بصاروخ أرض جو على ارتفاع عشرة آلاف متر مثلث الاتهام نحصر بين الحكومتين الروسية والأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا السلطات الأوكرانية اتهمت رسميا الانفصاليين بينما حملت موسكو كييف المسؤولية عن كارثة الطائرة الماليزية التي قد فيها 298 شخصا من بينهم 15 من أفراد طاقمها وسط اتهامات متبادلة نشرت قناة روسية تقريرا مصورا بالأقمار الاصطناعية أظهر لحظة إطلاق مقاتلة ثاروخا على الطائرة التقرير جاء ردا على اتهامات غربية بدور روسي في الأزمة الأوكرانية لكن كان من الصعب تحديد هوية المقاتلة إن كانت روسية أو أوكرانية بعد الحادث لا تزال هولندا تسعى للحصول على دعم الأمم المتحدة في تشكيل محكمة دولية تتولى التحقيق مع المشتبه في ضلوعهم في حادث الطائرة رغم موقف روسيا الرافد لتلك المحاولة أما في ماليزيا فهناك تصريحات بأن تقريرا سيصدر مطلع شهر أكتوبر المقبل من شأنه أن يميط الليثام عن ملابسات هذه الحادثة الجوية تقرير يتمثل دوره المحوري في الإجابة على التساؤل المطروح فيما إذا سقطت الطائرة الماليزية نتيجة خلل فني أم قصفت بصاروخ وكذلك الجهة التي تقف وراءها